بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن الانتقال والتغيير من بروتوكول توجيه إلى آخر التغييرات في بروتوكول التوجيه والانتقال عند اختيارنا بروتوكول التوجيه فيجب اختيار بروتوكول التوجيه المناسب للشبكة الموجودة حيث أن هناك عدد من العوامل التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار وهي قابلية التوسع وسرعة التقارب ومع تطور الشبكة قد نصل إلى مرحلة ضرورة لإعادة تقييم بروتوكول التوجيه الموجود في داخل الشبكة لرؤية ما إذا كان مناسب أم غير مناسب وعندها في هذه الحالة قد نحتاج إلى استبداله وعملية الانتقال من بروتوكول توجيه إلى آخر هي عملية مزعجة في الشبكة حيث يجب التخطيط السليم لتقليل الانقطاعات في عملية توجيه البيانات إلى الحد الأدنى عملية الانتقال من بروتوكول توجيه إلى آخر عادة تطلب الخطوات التالية الخطوة الأولى وهي خطة استراتيجية للانتقال حيث يجب وضع مخطط لعملية الانتقال إلى بروتوكول التوجيه الجديد وما إذا كان هناك حاجة إلى التقسيم إلى المناطق بأنواعها وعند الانتقال يجب أن يتضمن المخطط طريقة لضمان الوقت الأقل لانقطاع عملية التوجيه في داخل الشبكة الخطوة الثانية تفعيل الـ IGB الجديد اللي هو بروتوكول التوجيه الداخلي مع الحفاظ على بروتوكول التوجيه الداخلي الحالي سليم عند تفعيل بروتوكول التوجيه الداخلي وفقاً للمخطط في الخطوة السابقة فنقوم بتحديد قيمة المسافة الإدارية بقيمة أعلى من البروتوكول التوجيه الحالي ومن ثم إضافة المنافذ والشبكات إلى بروتوكول التوجيه الحالي مع تفعيل الخصائص المراد تفعيلها وأثناء ذلك يتم ترك بروتوكول التوجيه الحالي قيد العمل بإعداداته دون تغيير كذلك قد نحتاج إلى عمل redistribution فيما بين بروتوكول التوجيه الحالي مع بروتوكول التوجيه الجديد الخطوة الثالثة التحقق من تقارب بروتوكول التوجيه الجديد واختيارياً العمل على محتويات قاعدة البيانات حيث هنا يتم التأكد من أن علاقة الجيرة قد حدثت على مستوى بروتوكول التوجيه الجديد وأن الجداول الخاصة به قامت بتشجيل المعلومات بالشكل الصحيح الخطوة الرابعة إلغاء تثبيت بروتوكول التوجيه الداخلي الحالي بطريقة تدرجية بروتوكول التوجيه الحالي هو البروتوكول القديم الذي نريد الانتقال منه إلى البروتوكول الجديد ونقوم بهذه العملية بشكل تدرجي راوتر ورا راوتر لنتأكد من أن بروتوكول التوجيه الجديد بدأ يحل محل البروتوكول السابق ويعمل بالشكل الصحيح وتتم العملية بالتدرج بحيث لو تم اكتشاف مشكلة بتكون محصورة في عدد بسيط من الروترات حتى يتم حلها وليس مع جميع الروترات الموجودة عندي في داخل الشبكة الخطوة الخامسة حذف الاعدادات المؤقتة من بروتوكول التوجيه الداخلي الجديد بعد أن يتم حذف بروتوكول التوجيه القديم وتم التحول إلى بروتوكول التوجيه الجديد على كامل الشبكة وتم التأكد من أنه يعمل بالشكل الصحيح فهنا سوف يكون لدينا عدد من الاعدادات المؤقتة والتي كانت ضرورية في عملية الانتقال مثل قيم الـ Administrative Distance العالية وعملية الـ Distribution مع بروتوكول التوجيه السابق وأي اعدادات أخرى تم عملها لتحقيق الانتقال السليم من بروتوكول التوجيه القديم إلى الجديد عندها يجب إزالة هذه الاعدادات كآخر خطوة من خطوات الانتقال من البروتوكول القديم إلى البروتوكول التوجيه الجديد طبعا عملية أننا أعطي بروتوكول التوجيه الجديد قيمة Administrative Distance أعلى من البروتوكول التوجيه الحالي هي فكرة تتمثل في أن الراوتر لما يكون في داخله أكثر من بروتوكول التوجيه أو أكثر من مصدر لمعلومة مختلف فعندها صاحب البروتوكول التوجيه أو مصدر المعلومة صاحب قيمة Administrative الأقل هو اللي راح يستخدمه الراوتر فأنا لما أجي أفعل بروتوكول التوجيه الجديد ولا أريد للراوتر أن يستخدم وأريده أن يظل يستخدم البروتوكول التوجيه القديم حتى أنتهي من كامل الإعدادات وبعد كذا أتحول تدريجيا فرح أقوم بإعداد قيمة الأولوية بحيث تكون أعلى من القيمة الأولوية التي هي متمثلة في Administrative Distance التي هي القيمة الإدارية تكون أعلى من قيمة Administrative Distance لبروتوكول التوجيه القديم الموجود على الراوتر بحيث الراوتر راح يظل يستخدم بروتوكول التوجيه القديم بعد ما أتحول تدريجيا إلى بروتوكول التوجيه الجديد وألغي بروتوكول التوجيه القديم وأثبت البروتوكول التوجيه الجديد وأصبح يعمل بالشكل الصحيح عندها أقوم بتغيير وإعادة قيمة الـ Administrative Distance إلى القيمة التلقائية إلا إذا كان هناك في مخاطط الشبكة ما يجعلني أغير قيمة الـ Administrative التلقائية الخاصة ببروتوكول التوجيه الجديد إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر